الو اهلا بيكي وانا بروح طبعا نو اخدا حاجتي معايا ويعني ما بيعملوا ليش حاجة يعني جري ان انا بعيش في الصهم بتنفس عشانا انا عندي جزء عنده تمانين سنة وانا عندي سبعين سنة فهو من يوم ما اتجوزته هو راجل صعب جدا يعني المشايك كلها قالوا المفروض الستي دي لو عندها اهل كانت خلت عندها دم وقعدت عند اهلها بس انا اعملي تانية اقول لما نتبروا الاولاد لكبروا وتجوزوا ونقولها طب والنسب الناس نقول لهم ايه امه مطلقة وابه مطلق يعني منفصلين ورغب ان هو حلف عليها الحجوانات اللي بالدنيا كلها تهرم عليها زي امه اختمية الف مرة فكت البلد دي اللي يعني قتني وقا وصل لايه خلاص اتخناء تقول السعيس وانا لسا عيشة وعملت كزا مرة حجة وحاجتلي نفسي وحاجتلي امي ونفسيا بقى ما نسعر لدرجة والله العظيم يا دعائي والله يا دعائي يا بنتي انا نفسي انا بعيط عايزة اروح اقضار مسنين ما نشعيزة اقود معاين ما نشطيقاك ارهيك جد طب اه طب سويني طيب انتي انتي ده اعلق انتي عايزة تمشي انتي عايزة تهجي امه جدا اعملي كنتي وراحة تنفس عند الناس دي عسد ايام وباخد زادي وزوادي معايا يعني طيب يعني انتي انتي بتسألي انت غير ان انا بحب الطابلية بتاعتهم طيب يا حاجة طيب يا حاجة انتي بتسألي بتسألي انه كلمة عهد الله دي انتي عايزة يعني ترجعي في الحلفان ده انا خايفة بس من ربنا اشان بحب ربنا مش واقف معايا مع الراجل الشيطان اللي انا متجوزان ده من خمسة وخمتين سنة ولا من خمتين سنة قال ربنا مممممممممممممممممممممممممممر حاجة اماميا وخلاص. لسه الغاية تمانين سنة ربنا ما هدهش. ايوة يعني لسه برضو بنفس الاداء السيء وهو عنده تمانين سنة. اه ده هو يعني حكم على نفسه يقول لك ايه انا حرام اكل معاك في طبق واحد لكن انا ساعات باجي على نفسي وحط الكورتي في المطبخ واعد اعمل الاكل. بيأكل منه. انا بخدمه. بخدمه ان انا بعمل الاكل بس. لكن هو انا اقول يا رب يبدل يخدم نفسه للنهاية ونخدم نفسه للنهاية. لان هو شوفه عنده تمانين سنة لكن اقوى مني. طب ولادكو فين يا امي ولادكم? اه. اعمل ايه? ابناء حضرتك فين? اعمل ايه يا دعاء? ايوة الشيء بيسألك ولادك فين? ولادكو فين? ولادي قتل متجوزين. اه ما بتروحيش تزوريه وما بتقوديش عشو. متجوزين وهيعملوا ايه? ولولي ابونا هنعمل ايه ده ابونا يعني نخش النار نتخلق معا تانيك. ماشي يا فنة حاضر. طيب ماشي حاجة ليلة حاضر. هوني على نفسك. طيب الست استحملت خمسة وخمسين سنة. خد بالك دي نموذج. اه. يعني هي من الشخصية ده نموذج زيها في المجتمع بتاعنا ستات مظلومات مأهورات كتير اوي. اه. فبنادي على كل راجل ربنا امنوا على زوجة واستحل فرجها بما يرضي الله. بقوله ولا تنسوا الفضل بينكم. وبنادي على الحجة اللي اتصلت وكل واحدة زيها مأهورة ومتحملة جزهة. بقول لها ليك خيارين. اما ان انت تطلوب بقى حكما من اهله وحكما من اهلك. وان مش قادرة تكملي خلاص. اي تفرق يغني الله كل من سعته. واما تتحملي لوجه الله سبحانه وتعالى. ومن رزقها الله بزوج سوء. وان كان في الامور دي لازم اسمع من الطرفين اللي كان بقول كلام عام. من رزقها الله بزوج سوء فصبرت عليه لوجه الله. اعطاها الله من الاجري مثل مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. ليه لان اكتر وحدة ازت. حديث ولا ده ايه. لا هو حديث في ضعف لكن المعنى صحيح. طب المعنى صحيح ازاي. المعنى صحيح ازاي. اذا كان هو بيتعارض مع الاية القرآنية الكريمة لا يكلف الله نفسا. انا بقول ما انصبرت لوجه الله. انا بقول هي مخيرة. هي مخيرة بين الصبر والتحمل. ايو. نتحمل على حاجة. انما نتحمل على ازة واحد ما بيعرفش ربنا. ما الحط برضو لا يكلف الله نفسا الا. نفسا الا وسعى. يعني واحدة تحملت عشان قسرتها. اتحملت عشان بتها. وبعد كده خلاص العيل تجوزوا كل حال. ده سوابها كبير. انا بصبرها بقولها ايه. مش بقولها تحملي الهم اللي انت فيه. بقولها اللي فد كله عند ربنا احتسبيه. هتلاقي اجرك لان اكتر واحدة اوزيت في التاريخ هي اسية امرأة فرعون. ولذلك القرآن خلدها. فمهما يكون اي زوج في الدنيا مش هيعمل زي ما عمل فرعون. مش بنقلل من قدر الاهانة. ولا بنقلل من قدر القهر اللي ايه فيه. ولا احنا ضد ده. لكن انا بقول شوفها عشان ما. عشان اسية. اسية زوجها كان ايه? امرأة فرعون. زوجها كان بقول ايه? انه ان الصبر على الاذة يعني. لو حدود. ممكن واحدة ما تصبرش وتاخد الاجر برضو. ايه طبعا. على اذا واحد بيعملها معاملة سيئة. طبعا مليون في المية. انا انا بقول لو 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 ادرت تصبر. اه. لو عرفت تيجي على نفسها. مش ادرى اصبر خلاص. مش حرام ان تطلب الطلاق. مش حرام اننا ان ربنا قال سبحانه وتعالى وايه تفرق يغني الله كل من ساعة. حرام ده بتقولك. ده انا بعمل الاكل ما بيأكلش معه في طبعا واحد. طب ازاي ده اذا كان ربنا سبحانه وتعالى. قال ومن اياته ان جعل ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. دي تركت ابوها واخوها وامها واهلها وترامت في حضنك. طي. طي. اتق الله فيها. وما لا ترضاه لبناتك لا ترضاه لبنات الناس. طي. هي تقالت وعهد الله من رحلهم تاني. عليها كفرت يمين. اه. تطعم عشرة مساكين. اه. ان لم تستطع الاطعام يبقى تصوم ثلاثة ايام يعني مجتمعين او متفرقين مفيش مشكلة. اه. ثم تذهب. قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. اه. بس انا ليه تعليق صغير يا استاذ اممكن. اتفضل طب. التعليق الصغير ليه انا كزوج اوصل زوجتي بعد خمسين سنة عشرة. ان هي تحلف وتبكي على الهوى وتقول ده انا اعدف جحيم. ليه? انا عايزة اعرف ليه? تقول الله. ولذلك لما نتكلم في الحساب في السلسلة بتاعتنا هناك. بقول لحضيك اول من يختص ما بينها ده الله يوم القيامة. اول اتنين هيقفوا بناضرب بنا يوم القيامة. يتحزبهم الزوجين. الستة تمسك في خنق جوزها. وزوجها يمسك في خنقها. المظلوم هياخد بأظلمته. والظالم هيعاقب. فالزوج هيسأل عن زوجته. والزوج هتوصل عن زوجها. بكل ما تحمله اول من يختص ماه. الازواج يوم القيامة بين يدي الله. هي يعني تطلع الكفارة. وتطعم عشر مساكين. وروح يفك عن نفسك. اه. الستات تفك عن نفسها يا فضلت الشيح. وبعدين ربك يا فندم. ربك ما اصابش الموضوع كده. ليه ليه تقط مأهورة ايه ايه ايه. ده خمس عمدها سبعين سنة. هقول كلمة ممكن بحض الناس يزعلوا مني. الكلمة اللي عايز اقولها. وليه انت بتحمل يا ده كله. ليه سكتة. انا عايز اعرف. ليه سكتة ده كله. خمسين خمسين سنة يا فندم حرام. ده الستة خلاص يعني تتكلمنا. وهي مش قادرة مش قادرة تتكلم. فليه تصبري. انا عايز اعرف. مش ان انا بحرض الناس على الطلاق وعلى التفريق عشان ياسم يفهموش غلط. لا انا بحرض الناس على ان هو ما يسيبش حقه. ما ما تبقش مزلولة. ما تبقش مهانة. ما تبقش مأهورة. وفي نفس الوقت الرجل ما يتحكمش للطريقة دي. اصلا فضلت الشيح هيك قلت في الاول انها لازم تصبر. لا ما قلتش لازم. انا بس. ده مهم. ده مهم. قلت مخيرة من امرين. اه. وبالما سألت حضرتك لانه الحاجات دي بتخلي الناس. يفضلوا يضغطوا على الست. يضغطوا عليها. لغاية تم تموت على الست خلصت. يعني سبعين سنة ده الواحدة هيروح فين بعد كده. سبحان الله. فالفكرة بس انه لا يكلف. ده قرآن ده نص صريح. نعم. لا يكلف الله نفسا الى وساعة. هيجي حد يقولك لا اصبري وهتخج السواب. اذا كان في نص صريح. بص يا فانديم شوفي ما تجد نبي كرم المرأة مثل النبي. سيدنا النبي. ولا كتاب كرم المرأة مثل القرآن. ولا دين كرم المرأة مثل الاسلام. سيدنا النبي قال اوصيكم او استوصوا بالنساء خيرا. رفقا بالقوارير. والعلماء قالوا ما اهنهن الا الا كريم. وما اكرمهن الا كريم. وسيدنا النبي قال اتقوا الله في النساء. وقال احرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فزوجتك هتيجي تمسك في رآبتك يوم الايام. يا لك يا عليك.